المكتبات الإلكترونية والوصول السهل إلى المعلومات عبر الإنترنت لا يضغيان على الشكل التقليدي للمكتبة كما يحصل هنا في مكتبة كلية القانون الذي دشنت اليوم بعد إجراء السيانة وتطوير بحضور رئيس الجامعة ووزير الصحة ولفيف من الأساتذة تم تجهيز هذه المكتبة بجهود من العاملين بكلية الحقوق نتقدم لهم في هذا الوقت بالشكر والتقدير كان أبنائنا يعانوا كثيراً جداً في بحوث نهاية العام أو بحوث التخرج من شح ونقص الكتاب هذه المكتبة تغطي جانب كبير جداً لأبنائنا فتحتبر إنجاز وإضافة لكلية الحقوق مكتبة متخصصة تضم عنوين كثيرة في القانون الجنائي الإداري والشريعة وجهود أساتذة الكلية وسعيهم الدؤوب كان له أثر مهم في إطراء هذه المكتبة زودت المكتبة بقاعة مطالعة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب وحدث نظام إعارة الكتب وبرمج عن طريق منظومة بدلاً عن البطاقات العادية والملاحظ أن بعض الكتب لا يسمح بإعارتها طبعاً أغربيتنا كلنا تمنا استحداثاً في السنوات الطبعات الأخيرة وبإذن الله ما زالت الكلية في خطواتها الأولى بحيث كل المستحدات نحاولون أن نمشوا معها بإذن الله خالد محمود قناة 218 نيوز كلية القانون ببرق ترجمة نانسي قنقر